موسيقى يا نسي يا نسي يا نسي كيف الحمد لله وانتم؟ ما محضرنا؟ السلام سلام ما محضرنا غنية؟ نظم الغزالي ميحانة يعني خبرني عنها حزينة، شجن، فرحة، شو؟ بالنسبة لي؟ غنية غنية شو؟ تغذل بالحبيب اه يعني كذا وقصة وهيك بس ما صار لك، بعتذر انه ما صار لك يعني تفوت على التويلات قبل ولازم كان أوف يعني لازم غنية؟ كان ضروري يعني بدك تشت حالك وتغني لنا إياها انت وكتير ضابة حالك وما بدك تبين لنا لأن في خمس تلاف مشاهد هون أوكي، مضطر، ما قدرت أنا فات على المسرح وفجأة لازم نروح توليك؟ مش فجأة من قبل وما قدرت سبقك الوقت ولازم تطلع على ستاج بس بدنا نشت حالنا يعني فعلا هي شغلة مزاجة مش مدحكة مزاجة بس مضطر شو بدأ أعمل بدأ قطلع تفضل، نحنا هون خمس تلاف شخص عم نحضر بدك تطل، مخد شوية وقت لا ما بدش وقت بدك تضلك بزيت القوة بزيت الصوت بس ما بدنا ننسى، يعني ما بدنا ننسى، ما تنسى أنه أنت في شي زعجك أنا بديك عم بعطيك هالاحتمال لحتى إذا في شي زعجك شي مرة أنت عم تغني تتخطي لحتى تقدر يا كل واحد مننا مضروض بألف يعني خمس تلاف كل واحد شما تحمر أه، آه، آه، آه أه، 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 أه مبارحة بالحلم حبيبة بحضاني بوّسني من وجنتي، وطفالي، نراري مبارح جيت لحبيبي اقترب انا جيت لحبيبي اقترب عوض لي حرماني هل تقبل مروتك تتركني وحداني تفوت بسرعة خلاص من هالقصة ورجعت عكفي لنا طبيعي يلا يلا رجع مرتاح كفي هلا يلا سيبوني سيبوني داري انا داري افتكر انه ضحكني لناسيم هو عم بغني جواته يعني كان ملبك بالاداء وكان عم بيدحك بزيت الوقت انا براقي مثل كتير منيحي اللي كان لازم يمثله افتكر حدا كان مثله حبت له حبيت انه نضله بحافظ على الغنى بس نحنا كلنا كنا عملت حك بزيت الوقت مصررة جعيدة هاي دي كرميل الكرديبيريتي بس في مطارح وقت اللي رجع كامل الغنية كان بيقدر يحافظ على العرض طبع التامر طبعا يعني مايروح الريزونانات العريدة بصوته مثل ماروحها ب بتاني بارت وينتبه شواء على نفسه ناسيم صوته حلو مهضوم بس ما بعرف اذا لما راح ورجع ضل على زيت الطبقة لانه انا الغنية هاي ما بعرفها بس حسيت انه غير الطبقة لازم ينتبهوا انه لو شو ما صار يضلوا محافظين على الطبقة هاي دي ما بعرف انا هيك حسيتها بس اجمالا الصبي شاطير وبينتبه بالصف وبحس انه بده يوصل ناسيم مهضوم كتير وبضحك كتير وجريء يعني جريء بأي معنى بنفذ يعني اللي بينقلوا بيعملوا وبيعملوا هيك متحمس مثل عنده شغف يعني مثلا قالوا له انه بالبرايم انه غنية ماجدا الرومي بده وطنيات رح يقتلنا كلنا كان انه عرفت هيك يعني بيتحمس بزدت حاله هلا عم نقله ما فرقين معو ما بيستحق هاي دا اسمه شغف الفنان انا برأيي يعني بزدت حاله باللي بتقولي له اياه طبعا بده حدود طبعا طفل هاي دا بعضو بده حدود بده ناس تقلو شو يعمل شو ما يعمل ما بدنا ننسى هاي دا الصوت انا بحبه له هاي دا الصوت بعد تزير بعد تزير اذا فيه اغلاط يمكن كتير لازم تشتغلوا علي اكيد بس هاي دا الصوت انا بحبه لان بغري التغريد هلا اكيد لا شك انه صوت كتير حلو بيكرج مثل الماي وتامبر وروعة بس عنده فيه اشياء ديتايات انتم تعفون انا يعني ادمع بحب هالصوت اللي بيشبهه ليلو لحالو ما بيشبه غيره ما بعرف تفكر بالاشياء التانية ناسيم عنده هوية خاصة فيه ايدنتيتي فوكال بنعرف يعني اذا بنسمع عشرة عشرين ثلاثين صوت بنعرف انه هاي دا ناسيم وهي دا شغلي عفكرة كتير مهمة لنجاح الفنان ان يكون عنده هالهوية بس انا سؤالي وين الغزل بالحبيب يعني قال اول شي انه الاغنية الا علاقة انه بيتغزل بالحبيب يعني باول مرحلة بفهم انه ما قدر يتغزل لانه كان بحاجة يفود على الحمام بس بالتالي مرحلة حسيت بالهيسة وبالفرح وبكل شي بس ما حسيت بالغزل لو ما قال لي انه في غزل بالحبيب انا ما بيجي بطالب بهيدا الشي بس ما لقيته فبالتالي بتصور لازم يعرف يشتغل اكتر على معنى الاغاني اللي عم بيقولها وكيف بده يقولها لانه انا ما فيني ضل شوف الولد بكل الاغاني اللي عم بيغنيه لا ما بيقدر يضل الولد هو عم بيغني لازم ينضج حضوره لازم ينضج وما بيضل حضوره إلا ما يفهم ويحس ويعبر ويمر احساس كل اغنية عم بيغنيه انا حبت انه يمكن هو من القليل اللي عايشه الدور يعني فات انه نحن الجمهور ومسرح وهاك حصتنا بهيدا الجو لا شك في انه ناسيم عنده كاركتار بصوته يعني عنده هو صوت مختلف هو حالة مختلفة بصوته وعنده امكانيات كتير حلوة بس اكيد هيدا الصوت بيطور النضوج لان هو بعضه عمره وشخصيته وصوته بعضهم صغار يعني بدهم وقته ينضجوا ولكن هيدا الشي ما بيمنع نعرف انه عنده صوت مميز عنده عرب كتير حلوة عنده امكانيات كتير ضخمة لازم احنا نشتغل عليها اكتر واكتر تنبينها اكتر وننضجها بسرعة قبل وقته